بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المادة arbitration law بالنسبة لسنة ثالثة حقوق انجليش وبالنسبة لسنة رابعة حقوق فرنش احنا هنتكلم عن موضوعين النهاردة ان شاء الله اول موضوع هيكون بالنسبة ل the expiration of the arbitral proceedings او انتهاء او مرحلة الاخيرة من مراحل اجراءات التحكيم وهي مرحلة الانتهاء وهنتكلم كمان مع بعض عن اللي هو دعوة بطلان حكم التحكيم. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا عندنا بالنسبة للمراحل الاجراءات عندنا تلات مراحل اول مرحلة اللي هي مرحلة بداية الاجراءات بتاع التحكيم وبعد كده اتكلمنا عن او مرحلة السير او مرحلة السير في الاجراءات. كنا اتكلمنا فيها عن اللي هو وقف الاجراءات بتاعت التحكيم. اه ده كان اخر حاجة احنا شرحناها قبل كده. النهاردة ان شاء الله بازن الله هنشوف مع بعض المرحلة التالتة اللي هي او مرحلة الانتهاء بتاعت اجراءات التحكيم. اه كنا اول حاجة عايزين نعرفها مع بعض هي عبارة عن ان مفروض ان احنا عندنا او اي اجراءات عندي بتكون سواء امام المحكمة او بالنسبة ليه التحكيم. بيكون الانتهاء الطبيعي بتاعها او بتاعتها بيكون عن طريق او اصدار حكم. اه اللي هو بيفصل في موضوع النزاع. يبقى الطبيعي ان الاجراءات سواء قدام التحكيم او المحكمة بتنتهي بصدور حكم فاصل في موضوع النزاع. اه في بعض الحالات او عندي هنلاقي ان ممكن او الاجراءات عندي بتنتهي. يعني بمعنى اخر ان في بعض الحالات هنلاقي ان اجراءات التحكيم عندي ممكن تنتهي بصدور حكم. الحكم ده ما بيفصلش في موضوع النزاع نفسه. بس بينهي المنازعة قدام هيئة التحكيم. يعني مسلا لو انا عندي النهاردة نزاع ما بين طرفين. ولجأوا فيه للتحكيم. والتحكيم اصدر حكم في موضوع النزاع. واعطى الحق لشخص من او طرف من الاطراف. يبقى ده كده حكم فاصل في موضوع النزاع. وده الطبيعي. لكن في بعض الحالات عندي هنلاقي ان احكام التحكيم ممكن تصدر عندي بتنهي المنازعة لكن ما بتفصلش في موضوع التحكيم نفس او المنازعة نفسها. زي مسلا ان اه او امام المحكمة مسلا هنلاقي مثال تاني برضو ممكن نقوله امام المحكمة ان لو المحكمة اصدرت حكمها في الدعوة بعدم اختصاصها. يبقى ازا كده المحكمة اصدرت حكم بعدم الاختصاص. المنازعة انتهت قدام المحكمة انتهت. لكن هل المحكمة في الحالة دي فصلت في الموضوع بتاع النزاع نفسه? لأ ما فصلتش في موضوع النزاع. يبقى ازا في بعض الحالات نفس الامثلة او في بعض الامثلة الاخرى هنلاقيها بالنسبة للتحكيم ودي اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله بازن الله دلوقتي بالتفصيل طيب او الحالات اللي بيتمي فيها الانتهاء من غير ما نفصل في موضوع نزاع بنسميها عندنا او الانتهاء المبتصر لاجراءات التحكيم او الانتهاء دون الفصل في موضوع النزاع نفسه طيب الحالات دي او الحالات بتاعت ممكن نقسمها لتلات حالات الحالة الاولى بتكون عن طريق يعني بيكون من خلال الاتفاق ما بين الاطراف او ما بين الخصوم الحالة التانية بيكون عن طريق او من خلال حكم من المحكم نفسه الحالة التالتة والاخيرة وهي بتكون عن طريق او حكم من المحكم نفسه المحكمة المختصة المحكمة المختصة اللي احنا كنا شرحناها قبل كده اللي هي المحكمة المادة تسعة اللي منصوص عليها في قانون التحكيم طيب لما نيجي نمسك مع بعض اول حالة اللي هي الانتهاء الاجراءات بتاعة التحكيم من غير لو بنفصل في موضوع المنازعة نفسها حاليا احنا قلنا ان اول حالة تتمثل في الاتفاق ما بين الاطراف طيب الاتفاق ما بين الاطراف بياخد تلات اشكال عشان يتم الانتهاء بتاع اجراءات التحكيم دون الفصل في المنازعة الشكل الاول عندي بيكون عن طريق بالنسبة للاجريمت بتوين دي بارتيز بيكون in case or if there is an agreement between the parties for the settlement of their dispute without having to continue in the arbitration proceedings بمعنى ان في حالة وجود صلح ما بين الاطراف يبقى اذا ممكن يجوز للاطراف ان هم يتفقوا على الصلح لو اتفقوا على الصلح ما بينهم يبقى اذا في الحالة دي علشان منعا لتكرار قيام المنازعة ما بينهم في نفس الموضوع مرة اخرى يبقى في الحالة دي بيلجأوا ليه المحكم بيطلبوا منه بيطلبوا من نهاية التحكيم يعني بيطلبوا منه يقولوله لو سمحت او اثبت لنا الصلح اللي تم ما بيننا في حكم تحكيم يبقى في الحالة دي المحكم هيصدر حكم بالصلح ما بين الخصوم الحكم ده المحكم فيه ما فصلش في موضوع النزاع المعروض عليه لكن هو تم او صدر بالصلح ما بين الايه الاطراف وتم اثبات فيه الشروط بتاعة الصلح اللي تمت ما بين الاطراف عشان محدش بعد كده يرجع في او يعيد طرح النزاع مرة اخرى يبقى دي اول وسيلة بتكون او بتقدي الى الانتهاء بتاع اجراءات التحكيم من غير ما بنفصل في موضوع النزاع نفسه طيب المثال التاني عندي الاجراءات بتوين بيكون من خلال الاتفاق او الاجراءات بتوين يعني ممكن يجوز الاطراف ان هما يتفقوا ما بينهم وما بين بعض ان هما يقين هو الاجراءات بتاعة التحكيم من غير ما بنفصل في النزاع يبقى في الحالة دي طالما في الاتفاق ده الاتفاق ده ممكن يكون اتفاق صريح او او ممكن يكون او يكون اتفاق ضمني ما بينهم وما بين بعض على انهاء اجراءات التحكيم ودينا ده مثال مثلا قبل كده وقلنا ان احنا عندنا في حالة وجود الاتفاق بتاعة التحكيم ولو احد الاطراف لجأ او رفع نفس النزاع تاني قدام المحكمة يجوز لطرف من الاطراف في الحالة دي ان هو يطلب من المحكمة لما لو تم نفع نفس النزاع قدام المحكمة يجوز لطرف الاخر ان هو يطلب من المحكمة ان هي تحكم بعدم ايه قبول الدعوة طيب لو هو كمان ما طلبش بلقين يبقى في الحالة ده كمان قبول ضمني منه ان هو تنازل عن اجراءات التحكيم وبالتالي يبقى كده الطرفين متنازلين عن اجراءات التحكيم ويجوز الاستمرار المنازع امام ايه المحكمة يبقى في الحالة دي الفرق ما بين الحالة الاولى ولو بين الحالة التانية هي ان الحالة الاولى بيتم التفاق على الصلح ما بين الاطراف. اما الحالة التانية لأ هما بيتفقوا ما بينهم وبين بعض على انهاء الاجراءات فقط دون وجود ايه صلح ما بينهم. طيب يبقى ده المثال التاني عندي. المثال التالت والاخير وهو عبارة عن او ترك الخصومة من خلال المدعي. احنا عارفين ان الخصومة المفروض بتبتدي من كلايمنت زي ما احنا قولنا قبل كده لما اجينا اتكلمنا عن المرحلة الاولى اللي هي قولنا ان احنا عندنا في المرحلة الاولى او بداية الاجراءات بيكون من خلال او اعلان بالتحكيم من المدعي للمدعي علي. طيب يجوز لنا بعد ما بتبتدي الاجراءات التحكيم يجوز لي انا كمدعي ان انا اعمل او ان انا اعمل ترك للخصومة بتاعتي زي ما انا اتديت رفعتها يجوز لي ان انا اعمل ايه? اترك الخصومة بتاعتي. يعني في الحالة دي المحكمة تحكم بالترك وبالتالي تنتهي المنازعة امام هيئة التحكيم. يبقى هيئة النهاردة لو انطلبت بالترك الخصومة امام هيئة التحكيم يبقى في الحالة دي الخصومة بتنتهي امام ايه? امام هيئة التحكيم. طيب احنا لازم نعرف ان الترك بتاع الخصومة بيتم من خلال الشخص اللي ابتدى اجراءات التحكيم اللي هو المدعي. ما ينفعش يتم الترك من خلال المدعي اللي هو الديفندنت. ليه? لان معنى كده ان احنا عندنا اي دعوة المدعي ممكن في الحالة دي او مدعي ليه? لكل ما المدعي يرفع دعوة. لو احنا سمحنا للمدعي ان هو يعمل او ترك يبقى في الحالة دي مفيش اي خصومة هتستمر. الى ان كل خصومة كده هيرفعها المدعي يجوز للمدعي عليه. لو احنا سمحنا للمدعي اللي هو يعمل يبقى في الحالة دي المدعي عليه يجوز اللي ينهوين هيها. وبالتالي هنلاقي ان احنا عندنا اول شرط عشان يكون فيه ان لازم لازم يتم تقدمها من خلال او المدعي. طيب يبقى ده اول شرط. الشرط التاني هو هل يجوز او هل يشترط موافقة هل يلزم بقى طالما ان احنا اتدينا الاجراءات. هل يلزم النهاردة انا كمدعي عشان اترك الخصومة بتاعتي. نفترض مثلا ان انا النهاردة رفعت الخصومة بتاعتي امامية التحكيم. واكتشافت ان انا لسه عندي الاوراق بتاعتي غير كافية او وسائل الدفاع بتاعتي غير كافية. يجوز لي ان انا اطلب الترك. وبعد كده اعيد رفع الدعوة مرة اخرى او المنازعة مرة اخرى من جديد. لما يكون عندي وسائل الدفاع بتاعتي تكون ايه? تكون كاملة. طيب هل يشترط بقى ان انا طالما ان الدعوة او الاجراءات اتدت هل يشترط في الحالة دي ان احنا المدعى عليه يوافق على الترك ده كمان? اه مش في كل الحالات. الاصل ان احنا عندنا طالما الاجراءات ابتدت اه امام هيئة التحكيم يجوز لي انا كمدعي ان انا اعمل ترك ويجوز للمدعى عليه. بس لازم في الحالة دي نشترط ايه? موافقة المدعى عليه في بعض الحالات. انت يشترط موافقة المدعى عليه? يشترط موافقة المدعى عليه لو كان هو عنده بمعنى ان انا النهاردة ممكن يكون المدعى عليه لمصلحة بعد ما المنازعة ابتدت ان هو يكون ليه مصلحة في الاستمرار في النزاع. اه لصدور حكمي بيفصل في الموضوع ده. اه لانهاء المنازعة فيما بعد بعد كده. يعني مثلا ممكن يكون شايف ان هو مركزه كمدعى عليه اقوى او ان هو الادلة بتاعته اقوى. وبالتالي اه من المرجح ان نهاية التحكيم هتصدر له هو الحكم. يبقى ازا هو ليه مصلحة في الاستمرار في المنازعة. يبقى في الحالة دي. لازم يلزم عشان اعمل انا ترك لازم موافقة مين المدعى عليه. طيب. انت لا يلزم بقى انت يا جوز لي ان انا اعمل اعمل ترك للاجراءات من غير موافقة المدعى عليه او من غير اشتراط موافقته. اه في حالتين. الحالة الاولى لو انا عندي المدعى عليه ده. اه ما كانش ليه مصلحة قوي في الاستمرار في المنازعة. مثال ان الكون المدعى عليه او الديفندنت قام باتخاذ اي اجراء اثناء المنازعة تدل على ان هو عايز زنهي الاجراءات اساسا من غير ما نفصل في موضوع النزاع. يعني مثلا لو اثناء الاجراءات بتاعت التحكيم اه المدعى عليه قدم دافع وقال لك والله ان هيئة التحكيم غير مختصة بالفصل في النزاع. في الحالة دي لو هيئة التحكيم اصدرت حكمها بعدها من الاختصاص يبقى ازن هيئة التحكيم انهيت النزاع هو من غير ما نفصل في الموضوع. طيب لو هيئة التحكيم اصدرت حكمها وقالت لك لا ده انا مختصة ورجعنا واستمرنا في نظمة من المنازعة. لو بعد كده المدعى حاب يعمل ترك ايبقى في الحالة دي الترك بيتم على طول بمجرد متقديم الطلب من المدعى من غير موافقت مين المدعى عليه? ليه? لان المدعى عليه كان قبل كده اثناء نظر دعوة كان قدم طلب انه هو كان عايز انهي الاجراءات من غير ما بنفصل في الموضوع اللي هو بتاع طلب بتاع العدم الاختصاص. يبقى ازن في الحالة دي ماينفعش بعد كده يقول لك والله انا كان ليا مصلحة ان انا استمر في نظر النزاع. ليه? لان انت كنت قبل كده قدنت طلب ان انت عايز تنهي الدعوة من غير ما كنا هنفصل ايه? في الموضوع بتاعها. يبقى من يشترط موافقة المدعا لي. الحالة التانية لو كان المدعي يقدم الطلب بتاع الترك. يعني بمعنى ان يكون هو قدم طلب الترك قبل ما يتم تقديم اي دفاع من المدعا لي. يبقى في الحالة دي يجوز لي ان هو يقدم طلب للترك. طيب يبقى ده بالنسبة للثلاث حالات المتعلقين بالأجريمنت بين the parties for the early termination of the proceedings. النوع او الوسيلة التانية للأرلي termination بيكون عن طريق the decision of the arbitrator. او الحكم من المحكم. هل يجوز للمحكم ان هو يصدر حكم decision او ان هو to end the arbitral proceedings without adjudicating the subject matter of the dispute? يعني يصدر الحكم فاصل في النزاع من غير ما بيفصل في الموضوع بتاع النزاع نفسه يجوز. لي او لها صورتين. الصورة الاولانية احنا كنا اتكلمنا قبل كده عنها وهي عبارة عن ان احنا قلنا ان if the climate didn't present the statement of claims. اللي هو لو المدعي مقدمش صحيفة الدعوة بتاعته يبقى كان في الحالة دي المفروض يترتب على كده ان او هيئة التحكيم بتقوم على طول او او ان هي تصدر حكم او ان هي بنهي الايه الا الا لو كان فيه اتفاق ما بين الاطراف على خلاف ذلك. وبالتالي يبقى ازا الحالة دي اللي هي الحالة الاولى اللي هنلاقي فيها ان الاربيتريتور او المحكم بيصدر حكم فيها بينهي النزاع امامه دون الفصل في الموضوع. لو المدعي مقدمش بتاعته. يبقى في الحالة دي القانون قال لي ان في الحالة عدم تقديم هيئة التحكيم المفروض او ان هي تصدر حكم عندها بانتهاء اجراءات الايه? التحكيم. طيب يبقى في الحالة دي الاجراءات تم الانتهاء منها امامها هيئة التحكيم من غير ما بنفصل في الموضوع. طيب الوسيلة التانية او الصورة التانية عندي بتكون عندي اللي هي او لو المحكمة او 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 ان هناك بعض الحالات يعني بمعنى ان لو هيئة التحكيم وجدت اثناء نظر المنازعة بتاعت التحكيم ان هناك بعض الاسباب التي تجعل الاستمرار في اجراءات التحكيم يعني عديم الجدوى او ليس له جدوى او او مستحيل يبقى في الحالة دي جزليها ان هي تنهي الاجراءات مباشرة دون موافقة الخصوم او دون اخذ موافقة الخصوم او رأي الخصوم. الحكم في الحالة دي بينهي الاجراءات من غير ما بنفصل في ايه في موضوع النزاع. طيب الوسيلة التالتة عندنا بتكون من خلال او من خلال حكم من المحكمة المختصة. امتى تنتهي الاجراءات امام هيئة التحكيم بصدور حكم? اه الحكم ده بيصدر عندنا في الحالة دي من المحكمة المختصة وما بينهيش اجراءات الايه اه او ما بيفصلش في موضوع المنازعة نفسها. طيب احنا اه عارفين ان ان اجراءات التحكيم عندنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان لها مدة معينة عشان تنتهي. عكس الاحكام او او عكس الدعوة قدام المحكمة. الدعوة امام المحكمة ملهاش مدة معينة لكا اصل. ملهاش مدة معينة امام المحكمة عشان يتم الفصل فيها. اما بالنسبة ليه التحكيم عندنا هنلاقي ان في مدة معينة لازم يتم الفصل فيها في المنازعة نفسها. طيب المدة دي ايه? المدة دي عشان نحددها اول حاجة بتكون خضع يعني لو فيه للمفروض يبقى في الحالة دي بيكون ملزم او للاطراف التفاق عليه. طيب لو ما فيش اتفاق ما بين الاطراف على للمفروض الجراءات تنتهي فيه يبقى هنرجع للقاعدة العامة المنصوص عندنا فيها في القانون للتحكيم المصري. القانون للتحكيم المصري قال لي او في حالة عدم موجود اتفاق ما بين الاطراف. يعني هيئة التحكيم المفروض تصدر حكمها اللي هو بينهي النزاع يعني يلزم على هيئة التحكيم في الحالة دي لو ما فيش اتفاق ما بين الاطراف ان هي تنهي اجراءات التحكيم او تفصل في موضوع النزاع خلال اتناشر شهر من بداية الاجراءات ويجوز لها ان هي تمد المدة تاعت الفصل في النزاع فوق الاثناشر شهر دول يجوز لها ان هي تمدها لمدة او لمدة لا تزيد عن ستة ايه اشهر طيب في حالة ان ان انا عندي نكيسو في فاليور او في اربيتريتور تو رندر هز اوورد دورين ديس تايم ليمت يعني لو الاربيتريتور عندي فشل في اصدار حكم التحكيم خلال هذه المدة سواء المدة دي اللي كان الاطراف متفقين عليها او في حالة عدم الاتفاق بالمدة اللي حددها لي القانون اللي هي الاثناشر شهر ويجوز مدها لمدة ستة شهر اخرى يبقى في الحالة دي يجوز لone of the parties لأحد الاطراف يجوز ليه في الحالة دي ان هو يلجأ للبرزيدنت of the compton court يلجأ للرئيس المحكمة المختصة ويطلب منه حاجة من الاثنين يا اما يطلب منه the termination of a new deadline يعني يقول له حدد لنا معاد اخر او مددنا المعاد لمرة اخرى للفصل في النزاع يا اما حيطلب منه في الحالة دي termination of the arbitral proceedings يطلب منه ان هو يصدر حكمه بينهاء اجراءات الايه التحكيم يبقى في الحالة دي يجوز لاي طرف من الاطراف سواء المدعي والمدعي عليه بعد انتهاء او لو الarbitration المحكم فشل في ان هو يفصل في النزاع خلال المدة المحددة عندي يبقى في الحالة دي مجرد ما انتهت المدة الarbitrator فقد صفته ما بقاش يعتبر او في الحالة دي ما بقاش يعتبر arbitrator لانه خلق هو مفروض ان بتاع او اختصاصه بينشأ او بيكون موجود ليه خلال المدة او المهلة اللي القانون حددها مجرد ما انتهت المهلة دي سواء القانون سواء وفقا لارتفاة الاطراف او بالنسبة له لو المدة دي هو اللي حددها لنا القانون يبقى في الحالة دي فقط صفته يبقى ازا في الحالة دي ما يقدرش يصدر حكم لانه فقط صفات الarbitrator يبقى احد الاطراف يقدر في الحالة دي انه يلجأ المحكمة المختصة يقول لها حاجة او يطلب منها حاجة من الاتنين ياما ان هي تحدد عشان نكمل في الاربيتريشن ويفصل في النزاع ياما يطلب منها ان هي تحكم اللي هي يقول لها ان هي تصدر حكم بانهاء الايه الاجراءات يبقى في الحالة دي والمحكمة المختصة اصدرت حكم بنهاء اجراءات التحكيم الاجراءات امام هيئة التحكيم انتهت دون الفصل في موضوع الايه في موضوع النزاع يبقى ده بالنسبة لأول موضوع كنا عايزين نتكلم فيه النهاردة وهو عبارة عن الموضوع التاني اللي احنا كنا عايزين نشوفه او اللي احنا قلنا احنا هندرسه مع بعض وهو عبارة عن او دعوة بطلان حكم التحكيم بالنسبة للموضوع التاني اللي هو او دعوة بطلان حكم التحكيم احنا عايزين نعرف احنا قلنا قبل كده ان بالنسبة لدعوة امام المحكمة احنا قلنا ان في بعض الحالات هيجوز الطعم لكن كبالنسبة لحكم التحكيم عندي او قلنا ان احنا لا يجوز عندنا الطعن في حكم التحكيم ليه لان احنا قلنا قبل كده ان حكم التحكيم هو حكم ايه نهائي لكن في بعض الحالات يجوز لو حكم التحكيم عندي صدر وفي بعض الاخطاء يجوز لنا ان احنا نرفع دعوة جديدة قدام المحكمة بنسميها دعوة ايه دعوة بطلان حكم التحكيم طيب احنا عايزين نعرف ايه هي او ايه هي الاسباب اللي تبيح لنا ان احنا نرفع دعوة البطلان الاسباب اللي عندنا دي حدد هلنا عندنا المادة 53 من قانون التحكيم المصري حددت لنا المادة 53 حددت من قانون التحكيم حددت لنا الحالات التي يجوز فيها رفع دعوة بطلان حكم التحكيم طيب ايه هي الحالات اللي عندنا دي اول حالة ممكن تتمثل في عندنا if there is no an agreement between the parties او concluded between the parties او if such agreement is void voidable or terminated by its expiration بمعنى اول حالة يجوز فيها ان الشخص ان هو يرفع دعوة بطلان بتاعت حكم التحكيم مجرد ما يصدر لو الحكم ده كان صدر وبناء على عدم موجود او ما كانش فيه اساسا اتفاق تحكيم يعني لو النهاردة ما كانش فيه اتفاق تحكيم ما بين الاطراف وتم صدور حكم تحكيم يبقى في الحالة دي ده سبب يدعوه الى رفع دعوة البطلان او لو كان انا عندي فيه الاتفاق ما بين الاطراف ده موجود الarbitration agreement موجود بس كان void او باطل او voidable قابل للبطلان او terminated by its expiration او انتهى الاتفاق ده بانتهاء مدتهو بعض الامثلة عشان نقدر ان احنا نفهم اكتر الموضوع ده يعني مثلا احنا قلنا قبل كده لما جينا اتكلمنا عن الarbitration agreement قلنا ان الاتفاق بتاعت التحكيم عشان يجون سليم لازم يكون لازم يكون مكتوب طب نفترض ان احنا النهاردة تم الاتفاق على التحكيم ما بين الاطراف والاتفاق ده تم شفوي مش كتابي يبقى في الحالة دي انا عندي شرط او شرط اساسي مفوض يكون متوافة للكتابة مش موجودة يبقى في الحالة دي اه في عندي عيب في الاتفاق بتاع التحكيم ولو صدر حكم اه تحكيم مترتب على هذا العيب يبقى في الحالة دي يا جوز لي انا ارفع دعوة الايه دعوة بطلان حكم التحكيم اه كمان عندي لو انا النهاردة اه 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 النهاردة عشان يتم الاتفاق على التحكيم زي ما احنا قلنا قبل كده لازم يكون اليوم الcapacity او الاهلية اللي تؤهلهم لده طيب لو تم الاتفاق النهاردة او الاهلية المطلوبة يبقى في الحالة دي لو صدر حكم تحكيم بناء على الاتفاق ده اللي موجود في عيب اه ان في احد الاطراف ما عندهوش الاهلية او المطلوبة للاجراء او لبرام اتفاق التحكيم يبقى في الحالة دي يا جوز ان انا ارفع دعوة لايه دعوة البطلان اه يبقى ازا يبقى دي من امثلة الحالات اللي هي او او الوسيلة الاولى او السبب الاول اللي هو يبيح لي رفع دعوة لاتحكيم الحالة التانية او السبب التاني اللي يجوز ليه فيه ان انا ارفع دعوة بطلان حكم التحكيم وهي بتكون عن طريق او او بتكون الحالة التانية دي او السبب التاني متعلق بايه بالكابسيتي او باهلية الاطراف. احنا كنا قبل كده قلنا ان الاطراف النهاردة عشان ان هما عشان يتفقوا على اتفاق التحكيم لازم يكون عندهم او اهلية قانونية كاملة لازم يكون بالغ سن الرجل ولازم يكون الشخص ده عنده او اهلية التصرف في حقوقه. لو احد الاطراف ابرم الاتفاق بتاع التحكيم او دون توافر هزي او هزي الشروط في الاهلية يبقى في الحالة دي الحكم اللي هيصدر بتاع التحكيم يكون حكم ايه باطل يجوز ان انا ارفع في دعوة البطلان. الاهلية بتاعة الاطراف بتتحدد او بتتحدد عن طريق اه جنسية الاطراف بمعنى ان انا ممكن يكون عندي سن الرجد هنا اه واحد وعشرين سنة وفي بعض الدول الاخرى بيكون سن الرجد تمنتاشر سنة يبقى ازا لو انا النهاردة كطرف الدولة عندي ابرمت اتفاق التحكيم وانا عندي واحد وعشرين سنة مع شخص اخر في دولة اخرى اه وكان بالغ سن الرجد في الدولة دي باعتبرنا القانون عنده بينص اكتمال الاهلية بيكون تمنتاشر سنة يبقى في الحالة دي مفيش اي اه عيب في في الاجراءات بتاعة التحكيم تمام كده انا معي طيب اه الحالة التالتة عندي بتكون متعلقة او السبب التالت عندي اللي بيبيح لي ان انا ارفع دعوة البطلان بيكون يعني في حالة فشل احد الاطراف في تقديم او في استخدام حقه في الدفاع احنا عارفين ان المفروض ان كل طرف من الاطراف في المنازعة سواء امام التحكيم او امام القضاء يجب ان هو يتم السماح له بان هو يستخدم حق الدفاع بالنسباله دون وجود اي قدود عليه في حالة حرمان احد الاطراف من حقه في الدفاع ان هو حقه مسلا ان هو يترافع عن نفسه حق ان هو يقدم الادلة بتاعته يبقى في الحالة دي في حالة عدم سماح للطرف ان هو يستخدم حق الدفاع بتاعه وترتب على كده صدور حكم للتحكيم يبقى يجوز ليا في الحالة دي ان انا ارفع دعوة البطلان حكم التحكيم لان انا تم الاعتداء على حق الدفاع بتاعي او لم يسمح لي باستخدام حق الدفاع طيب بس لازم في نقطة مهمة قوي لازم يكون عدم استخدام حق الدفاع للشخص يكون خارج عن اراته بمعنى ان يكون الطرف الاخر او يكون مسلا المحكم هو اللي ما دولوش الفرصة ان هو يستخدم حق الدفاع لكن لو انا النهاردة تم باحة الفرصة لي ان انا استخدم حق الدفاع وانا اللي لم اقوم بالاستخدام هذا الحق يبقى في الحالة دي ما اقدرش ان انا بعد كده اجي اقول ان انا عايز ارفع دعوة لايه دعوة البطلان تمام يبقى ازا في الحالة دي او دي الحالة التالتة اللي بتسمح ان ارفع دعوة البطلان اللي هي الحالة الرابعة عندي بتكون متعلقة او القانون الواجب التطبيق احنا قلنا قبل كده المفروض لو في اتفاق ما بين الاطراف على يبقى في الحالة دي او المحكم لازم يطبق هذي القوانين حيطبق القانون اللي هو شايف انه هو انسب للتطبيق على النزاع وفي بعض الحالات يجوز للاطراف انه هم يدوا للمحكم الحق في الفصل وفقا للرولز اللي هي وفقا لمبادئ الاعدالة والمساواة طيب لو انا عندي المحكم في حالة وجود اتفاق مثلا ما بين الاطراف وعلى قانون معينه والمحكم قام بتطبيق قانون اخر يبقى اذا هو خالف الاتفاق ما بين الاطراف يبقى في الحالة دي لو صدر حكم عندي وفقا للقانون او وفقا لتطبيق معيه بالقانون اللي اتفاق على الاطراف يبقى يجوز لي ان انا ارفع دعوة بطلان حكم التحكيم الحالة دي تشمل كمان عندي او الخطأ في تطبيق القانون او التفسير بتاعه نفسه يبقى في الحالة دي لو المحكم قام بالفصل في النزاع او وفقا لأي قانون اخر ما تمش الاتفاق عليه ما بين الاطراف يبقى في الحالة دي يجوز ان انا ارفع دعوة بطلان حكم التحكيم دي الحالة الرابعة طيب بالنسبة للحالة الخامسة عندي متعلقة ب او متعلقة بالمحكم نفسه احنا قلنا قبل كده ان اختيار المحكم بيكون يا اما من خلال اتفاق ما بين الاطراف يا اما بيكون عن طريق طرف ثالث يا اما بيكون من خلال او من خلال المحكمة المختصة لو انا عندي النهاردة تم تشكيل هيئة التحكيم او الكموزيشن او هيئة التحكيم تم تشكيلها بطريقة مخالفة لما تم الاتفاق عليه ما بين الاطراف او مخالف القواعد القانون يعني مثلا احنا الاطراف متفقين ان عدد المحكمين هيكون ثلاثة وتم اختيار مثلا خمسة يبقى في الحالة دي هيئة التحكيم تم تشكيلها بالمخالفة لاتفاق الاطراف يبقى في الحالة دي جوز ان يصدر حكم التحكيم ارفع دعوة البطلان او مثلا ان احنا النهاردة اخترنا ثلاثة محكمين وحصل وفايل احد المحكمين يبقى كده انا بقى عندي اتنين بس لو استمرنا في نظر المنازعة والاثنين المحكمين اصدروا حكم التحكيم يبقى في الحالة دي اقدر ارفع دعوة البطلان لان العدد بتاع المحكمين مخالف لما تم الاتفاق عليه ما بين الاطراف او مخالف لقواعد الايه القانون طيب الحالة الستة عندي او السبب السادس عندي اللي بيسمح لي من انا ارفع دعوة البطلان بيكون بمعنى لو عندي حكم التحكيم تم صدوره في بعض المسائل اللي ما تمش الاتفاق ما بينهم وبين بعض على حالتها للتحكيم او تجاوز المسائل هزيه او نطاق هزيه المسائل المتفق عليها لحالتها الى التحكيم يبقى في الحالة دي الحكم التحكيم يجوز ان انا ارفع دعوة لايه البطلان بمعنى انا النهاردة او كاطراف اتفقنا على احالة المنازع عندنا لهيئة التحكيم وحددنا حالات معينة او الديسبيوت بتاعنا حددنا نطاق النزاع بتاعنا الى المفروض هيئة التحكيم تفصل فيه لو الحكم بتاع التحكيم عندي صدر وفصل في مسائل اخرى ازيد من احنا متفقين عليه لحالته للتحكيم يبقى كده حكم التحكيم فصل في مسألة ما تمش الاتفاق فيها على احالتها للايه للتحكيم يبقى في الحالة دي يجوز ان انا ارفع دعوة للايه البطلان طيب بس لازم ناخد في الاعتبار حاجة يجوز ان احنا في الحالة دي لو حكم التحكيم عندي صدر في المسائل اللي احنا متفقين على حالتها للتحكيم وصدر في مساء أخرى تجوزت هذا النطاق يبقى يا جزء الحكم التحكيم بيكون سليم في الجزء المتعلق أو اللي احنا اتفقنا فيه فعلاً على جول التحكيم لكن الجزء الزائد بس هو ده اللي احنا ممكن نرفع عليه دعوة إيه؟ دعوة البطلان يبقى دي الحالة رقم 6 السبب السابع عندي وهو عبارة عن in case of the nullity in the arbitral award or in the arbitration proceedings affecting the award يعني في حالة بطلان حكم التحكيم أو في حالة بطلان في الإجراءات أثر على حكم التحكيم يعني احنا قلنا قبل كده ان سبب اختيارنا ان يكون فيه العدد بتاع المحكمين يعني odd number ان انا عندي judgment أو الاحكام بتصدر عن طريق majority أو الاغلبية طيب نفترض ان انا عندي النهاردة حكم التحكيم ما صدرش أو ما تمش صدوره وفقاً لرأي الاغلبية الحكم اللي صدر مثلاً هو الحكم بتاع رأيي العقلية يبقى في الحالة دي عندي فيه بطلان في الحكم نفسه نفترض ان انا عندي أو في بعض الحالات حكم التحكيم بنتطلب فيه ان يكون فيه أو تذبيب الحكم نفسه ان الحكم يكون مسبب نكتب أسباب الحكم فيه طيب في الحالات اللي يشترط فيها ان حكم التحكيم يكون مسبب لو الحكم في الحالة دي صدر من غير ما بنكتب فيه أسبابه يبقى عندي كده هو تفيعيب في الحكم نفسه يبقى في الحالة دي نعمل ايه؟ يبقى في الحالة دي يا جوز ليه ان ارفع دعوة ايه؟ دعوة البطلان الحالة رقم 8 او السبب الثامن والاخير عندي لرفع دعوة البطلان If there petrol award violates the public policy in Egypt يعني في حالة ان حكم التحكيم يخالف او خالف عندي النظام العام في مصر المفروض عندي ان حكم التحكيم لما يتم اصداره يتم اصداره ولا يكون مخالف للنظام العام في مصر لكن لو صدر في الحالة دي مخالف النظام العام يجوز ان انا ارفع دعوة بطلان حكم التحكيم طيب بس لازم ناخد في اعتبارنا حاجة مهمة جدا بمعنى ان مش كل حالة او مش كل مخالفة المانداتري رول لقاعدة اميرة عندنا في مصر تعتبر في الحالة دي ان الحكم مخالف للنظام العام ويديني الحق ان انا ارفع دعوة بطلان لا only those او فقط القواعد اللي هي متعلقة بالhigher interest in the state هي بس الحالة دي اللي انا اقدر في الحالة دي ارفع دعوة بطلان حكم التحكيم كده احنا خلصنا بالنسبة للموضوع التاني اللي احنا كنا عايزين نشرحه واحنا اعتبر كده نحدد بقى الصفحات اللي احنا شرحناها النهاردة عشان تبقى هي دي اللي مكررة علينا ان شاء الله احنا شرحنا النهاردة بالنسبة للموضوع الاول اللي هو شرحنا فيه من صفحة واحد وتمانين لحد صفحة تمام شرحنا فيه لغاية صفحة تمانية وتمانين يبقى دي اول موضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة الموضوع التاني اللي هو متعلق به او دعوة بطلان حكم التحكيم احنا شرحنا فيه من صفحة مية وتسعتاشر ده مكرر معنا من اول صفحة مية وتسعتاشر لغاية صفحة آآ مية سبعة وعشرين ده بالنسبة للموضوع التاني اللي احنا شرحناه آآ بالنسبة ليه آآ كده احنا خلصنا المحاضرة بتاعة النهاردة ولو حد عنده اي اسئلة يقدر نهو يبعتلي شكرا